صورة أخرى من صور جهلي هؤلاء يقدمونه في الفضائيات كي يجيب على أسئلة أتباعهم كي يجيب على أسئلة الشيعة وهذا هو أحسن ما عندهم سائل يسأله عن دفن إمام زماننا بعد وفاته بعد استشهاده من الذي يدفنه خصوصا وأن الأحاديث تقول من أن الوصية لا يليه إلا الوصي لا يقوم بدفنه بتجهيزه إلا الوصي فالإمام لا بد أن يدفنه فالإمام لا بد أن يقوم بدفنه إمام أيضا هذا واضح لها لا من عين ولا من أثر في أحاديث العترة الطاهرة يجيبه إجابة بحسب تعابيرنا الشعبية العراقية من جيب الصفحة لماذا؟ لأنه جاهل بمعرفة إمام زمانه جاهل بشؤون إمام زمانه جاهل بثقافة العترة الطاهرة جاهل بأحاديثهم وسيرتهم وسننهم هكذا يقول واقع الحال هذه المسألة غير متضحة أعرضوا لنا الفيديو الأحامد تفضل السلام عليكم سيدنا عليكم السلام مولانا بارك الله بكم بارك الله بكم سيدنا أعطي سؤال سيدنا تفضلوا السؤال الثاني بخصوص الإمام الإمام أعدنا معلوم أنه ما يدفنه إلا إمام جاني الإمام المهدعى جل الله رجل الشريف إذا ظهر جاهل راح يدفنه الإمام لا يدفنه إلا إمام موتي صح يا سيدنا لأن الإمام المهدعى جل الله رجل الشريف إذا ظهر إلا إمام إيه مات مات أو استشهد ياهل راح يدفنه أحسنتم جزاكم الله خير بارك الله بكم يقول مسألة الإمام يعني في مسألة أن الإمام لا يدفنه إلا إمام فالإمام الحج منه اللي راح يدفنه واقع الحال هذه المسألة غير متضحة بشكل حتى لو أحد يقول بضرس قاضع أنه سيدفنه كذا أولا الإمام هو خاتم الأئمة الإمام خاتم الأئمة وتنتهي الإمامة الإثنى عشرية تنتهي بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه فإذا مات الإمام فالمهديين من بعده من بعده مو من قبله أكو كلام أنه مهديين قبل الإمام لا المهديون الذين سيأتون بعد الإمام المهدي هم الذين سيتولون أمر دفنه وولايته وما يترتب على دولته المباركة لذلك الإمام ليس من بعده إمام لأنه خاتم الأوصياء خاتم الأئمة ونعم من يتفنه هو المهدي الأول من المهديين الذين سيأتون بعد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كذاب كذاب لا وجود لهذا الكلام في أحاديث العترة مطلقا مطلقا من أين جئتنا بهذا الكلام من أن الذي يدفن الإمام الحجة هو المهدي الأول من المهديين الذين سيأتون بعد إمام زماننا من أين جئت بهذا الهراء ثم أنت جاهل كيف تقول من أن المسألة غير متضحة بحيث لا يستطيع أحد أن يقول بضرس قاطع من أن الذي سيقوم بدفن الإمام هو فلان أنا سأقول بضرس قاطع لا من علمي الخاص ولكن من أحاديثهم التي حدثتنا بضرس قاطع وأنا سأتيك بمجموعة من المصادر التي هي في مكتبتك أنت لكنك لا تقرأ ولا تفقه الحديث وإنما تتعلم من هؤلاء المراجع الثولان الغبران هذا هو الكافي لا أقرأ النصوص لأن الوقت يجري سريعا سأذكر أسماء المصادر مع أرقام الصفحات فقط الكافي الشريف الجزء الثامن دار التعارف للمطبوعات صفحة 170 حديث 250 فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي ولا يلي الوصي إلا الوصي هذا كلام وطع وبضرس قاطع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين إنها بدايات الرجحة العظيمة التي لا يعتقدون بها هؤلاء ولا يعرفون أسرارها لغبائهم لجهلهم لسخفهم لهذا المنهج الذي وصفته قبل قليل بأنه راح يبقى أعوج ومثل ذيال الشلب يبقى أعوج ما ينعدل وما زالوا هم على هذا المنهج راح يظلون مراجع النجف مثل ذيال الشلب ما ينعدلون يظلون عوجا وهذا أمامكم المنطق هذا منطق المبلغ الرسمي للسيستان فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله هذا هو بضرس قاطع يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي ولا يلي الوصي إلا الوصي فأن تقول من أن المسألة غير متضحة هذا سخف وجهل واضح ولماذا يجلسونك كي تجيب على أسئلة السائلين لأن الذين أجلسوك لو جلسوا في مكانك لكانوا أسوأ منك أنت أفضل ما عندهم وهذا أفضل ما عندك وهذا تفسير العياشي الجزء الثاني مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 304 الحديث العشرون لا أجد وقتا لقراءته المضمون هو هو من أن الذي سيلي أمر الحجة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا مختصر بصائر الدرجات والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 165 رقم الحديث الذي يبدأ في صفحة 164 وستين اثمانية وثلاثين وكذلك الحديث الأربعون يأتي من بعده والأمر هو هو أشير إليه في صفحة 460 مختصر البصائر للحسني ابن سليمان الحلي وهو اختصار لكتاب سعد الأشعري من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة وهذا هو الجزء الأول للمحدث شرف الدين الاستربادي النجفي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة 278 الحديث الذي رقمه 7 والذي يبدأ في صفحة 277 والكلام موجود في صفحة 278 هو هو الكلام الذي جاء في الكاف الشريف في الجزء الثامن من أن الحسين هو الذي سيلي أمر الحجة بن الحسن إنها الرجعة العظيمة وبقية المصادر هذه سأشير إليها بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن